صباح الخير لكم مشاهدينا من جديد تعد المدرسة الميدان الرئيسي لتحقيق غايات وأهداف المجتمع وأمدادها باحتياجاتها من الكفاءات المؤهلة تربويا وتعليميا ومهاريا حيث يتطلب ذلك تضافر جهود القيادات التربوية ذات العلاقة بالمدرسة ومؤسسات المجتمع لتعزيز الدور الريادي الذي تقوم به المدرسة في غرس القيم الأخلاقية لدى الطلبة والطالبات من هذا المنطلق تبنت الهيئة العامة للشباب برنامج مكارم لتعزيز القيم والأخلاق لدى طلبة المدارس والذي سنسلط الضوء عليه من خلال استضافتنا للاستاذ خالد الشايع عضو فريق برنامج مكارم التابع للهيئة العامة للشباب نتحور معه لكن بعد ما نشاهد هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية حياكم الله نعود لنرحب بضيفنا الأستاذ خالد الشايع صبحك الله خير صبحك الله من نور ومشكورين على هذه الاستضافة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عالي وصفي أجمعين حياكم الله الله يحييك برنامج مكارم اللي راح تطلق الهيئة العامة للشباب بدوشك يحمل بين طياتة معاني تربوية من كلمة مكارم هادفة موجهة بالتحديد للأطفال خلي تعرف على هذه الحملة برنامج مكارم بداية هو برنامج أخلاقي قيمي يحدث إلى زر الأخلاق في نفس الأطفال وبالإضافة لذلك يركز على اكتشاف وتنمية المواهب وتوجيهها بالطريق الصحيح المواهب عديدة ومجالات كثيرة مثلا المواهب الفنية كالرسم الأدبية كالكتابة والألقاء والعلمية وأيضا مهارات الشخصية في الطفل مثل القيادة نعم طيب أستاذ خالد طبعا هذا البرنامج اللي هو برنامج مكارم في عدة جهات متعاونة لرعايتها ياريت نتكلم عن الجهات الرائية الجهات نحن حاليا في برنامج مكارم فترة تجريبية نحاول نشوف وين نحن قادرين نوصل وفترة كثيرة فالجهات اختصرت على وزارة الدولة الشؤون الشباب ووزارة التربية بغيادة دكتورة فاطمة الكندري ووكيلة وزارة التربية ومحافظة الجهراء المحافظة الفريق المتقائد فهد الأمير طيب خلنا نتحدث عن أهداف هذه الحملة برنامج مكارم أبرز الفعاليات الأنشطة التربوية إذا كان أيضا في ورش عمل في المنطقة في ورش عمل تعليمية بداية مثلا ووضح قبل شوي برنامج مكارم أحد هدافه الأساسية هو تعزيز الدور الأخلاقي والقيمي لدى الطفل نحن لا نكتشف موهوب أو رسام لا نكتشف لاعب كرة قدم فيه جهات ثانية متكفلة بهذا أهم شيء عندنا أن هذا الطفل يعزز عنده دور الأخلاق والقيم وبالتالي يقدر يقود المجتمع وينهض في البلد إذا هو مشروع قيمي أكثر مع أنه تربوي من جهة أخرى أو يحدث مثل ما قلت إلى اكتشاف الموهوبين أو أصحاب الموهبة من الأطفال هل ممكن أن يكون لهم مكان في هذا البرنامج أو فعلا هو قيمي بحث طبعا مراكز الشباب متوفرة في أغلب المحافظات ومثل ما وضحت حاليا نركز على محافظة الجحراء لأنها فترة تجريبية وبإذن الله الفترة الغادمة بداية من سنة 2018 سننتشر على جميع المناطق التعليمية في الكويت وكل المحافظات هو محافظة الجهراء تعتبر أكبر محافظة أكبر محافظة شنو سبب اختياركم هو سؤال جانبي أنا عندي سؤال آخر شنو سبب اختياركم تعمدتوا أن تختارون أكبر محافظة طبعا مثل ما قلت فيها كثافة سكانية كثيرة والطوء الإعلامي ليس مسلط على الجهراء فصار الرأي أن نركز على المحافظة الجهراء بالبداية ونرى أننا سنوصل هل المشروع سينجح أو لا وإن شاء الله سينتشر على جميع المناطق التعليمية هل هناك أعداد مسبق للهيئة التدرسية الطاقم من المعلمين الإداريين لتدريبهم على كيفية تطبيق برنامج مكارم غرس أهدافه لدى الطلبة لتحقيق النتائج المرجوة طبعا أقامت الهيئة أدت ورش عمل تدريبية سواء للمعلمين الذين يركزون على بعض الجوانب الفنية كمعلمين الفنية وتربية بدنية وأيضا الأخصائيين النفسيين أقاموا أقامت الهيئة أدت ورش في مبنى الهيئة العامة شباب ورياضة في الرقع المواقت وأكيد كان لها دور فعال وفي تكييف هذا الشيء أكيد هل هناك خطة أو أنت ذكرت أن هناك خطة لضم بقية المحافظات ولكن بما أنكم ما زلتم في الوقت التجريبي لهذا البرنامج متى يتم تطبيق الخطة فعليا لضم بقية المحافظات بدنا الله نناويين إن شاء الله في خطة بداية من سنة 2018 راح يعمم هذا المشروع على كل المحافظات وكل مناطق التعليمية في الكويت رمتاز كيف وجدتم رد فعلوا تجاوب الأطفال والمعلمين في طرح الفعاليات للأمانة وجدنا تجاوب كبير واهتمام للأمانة خصوصا من الطلبة والمعلمين ونسع إن شاء الله إلى نجح هذا المشروع معهم لأن بدونهم ما راح ننجح أكيد وأساس مبادئ هيئة العامة للشباب وهو التشاركية أن الهيئة ما تقدر تسوي شيء بدونها إذا ما دخلت بعجل الجهات الحكومية في هذا المشروع أو أي مشروع يعني كان أستطيع أن أعطيكم الصحة والعافية ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وخاصة أن هذا البرنامج يقع تحت مسمى جد النبيل وهو مكارم وهذا ما نتمنى إن شاء الله وينتشر على جميع المناطق التعليمية والمحافظات وشاهديني نشكر ضيفنا لأستاذ خالد الشاي عضو فريق برنامج مكارم التابع للهيئة العامة للشباب شكرا لك شكرا شكرا حياك الله فاصل ونرجع لكم